موسيقى 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 السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد في سوميا السويد اليوم جبت لكم احد الدجاجة رائع التي ستحتاج لها دجاجة ميديم حجم متعوسط بالنسبة لبنات لا يفهموني بعض المرات موسيقى موسيقى انا نشريه من عند العرب بلاين يوجرت تستعملوا اي يوجرت طبيعي لما فيهش السكر انا ملقيت هذا هو اللي لقيت سوف نستعملوا الترميريك او الكركم الملح فلفل اسود او فلفل لكحل ولا الفظهر ثوم سكنجبير تستعمل الباودر بالنسبة للسكنجبير والثوم والثوم لا يوجد مشكلة تستعملوا المرحلة الجاية هي نديروا ملعقة كبيرة بيان بومبي من معجون الفلفل زوج ملاعق كبار ملاعق كبار من البلاين يوجرت او اليورت الطبيعي نديروا منه زوج ملاعق كبار شوية ديال الكركم يعني نصف ملعقة ملح وفلفل اسود ونخلطوا المكونات جيدة ندخلوا هذا كل زي بيز لي درناف هذا كل مع هذا كل بلاين يوجرت نحكوا معهم السكنجبير نزيدوا معهم الثوم ونخلطوا جميع المكونات البنات اللي ما عندهاش المعجون الفلفل تقدر تستعمل معجون الطماطم وتزيد معه شوية عكري مشي مشكلة كتير معه شوية فلفل عكري ومعجون الطماطم يعطيكم ان شاء الله نفس النتيجة هو بش يعطيكم المداق ويعطيكم الحمور اللون الأحمر في الجاجة كما تشوفوا هنا خلطوا جيدا هذه اللي زي بيز لي درتهم مع هذا اليوغت ومع المعجون الفلفل ومن بعد نزيد شوية زيت الزيتون تقريبا تقدروا تقولوا زوج ملاعق كبارتها زيت الزيتون مشي بزاف على جال الفلفل فيه شوية زيت ومع الزيت الأخرى مع الدجاجة يعني رح يكون عندنا الزيت التانا نعمال نعمال نحط الدجاجات كما تشوفوا وندخلوا فيها نديروا لها نعمال مصي وها تخيط 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 بيان باش نريحوها باش الدجاجات تطيب مليح والطيب غالعكسي ما تطيبش من الارفية تخلي الفوق كما شفتوها زاهية في الول تالفيديو لها المرحلة تدخلو تشرميلة تاعكم جيدا ما بين الجلدة والحم والجاج نحلو 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 الزي بلوك باك والزي بلوك باك يسهل عليها حتى باش نقلب الجاجة مره مره في الفخيجي داغ نقلبها باش تشرب تشرب في كل الصيد يعني جيكم سهلة ما تبقاوش تمسوا في الجاجة بيديكم باش تقلبوها ولا ديروها هنا وتنقيوا الزي بلوك باك وتغلقوها وتبيتوا الدجاجة في الثلاجة ليلة كاملة الى ما كانش عندكم الوقت تستعملوها من بعد ما باتت ليلة كاملة نجبدوها شوية من قبل باش تبرد يعني تروح لها شوية برودة ديال كلاجة يعني واحد ل 15 مينت 15 دقيقة قبل ما نطيبوها ونجبدوها من كلاجة من بعد كما راكم تشوفو هنا انا ركبت الجاجة راح نديرها في الفوغ إليك تخيك اللي يحمر الجاج انتوما الى ما عندكم اش تديروا قدروا تديروها في الفرن الكهربائي تقدروا تديروها في الفرن العادي تقدروا تديروها في الباربكيو الابشنز لكم انتوما كيفاش بغيتوا تطيبوها حاجة مهمة لازم تديروها لازم تربطوا الجاجة كما شفتو هنا ربطتها باش كتكون الدور ما يطيحوش رجليها ما يطيحوش الجناحتين لازم تلموها تعقدوها بيان تربطوها بكاش حاجة قبل ما تدخلوها للفوغ وتمسحو بيانسو هذوك الجواني باش ما يتحرقوش اهنا كما تشوفوا دخلت الجاجة التاعي للفوغ وبدأت للا الجاجة الطيب والطور ويا السلام ونقول لكم شو انا نسنى فيها ونطلع اليها نشوف امتى وجدت ولدي مساكن جيعوا ومرا مرا نحلو الجاجة تاعنا وندهنوها شوية بهذاك اللي دام اللي طاح منها في السنيوة من التحت مرا مرا ندهنوها غير باش تبقى الجاجة تاعنا مويست وتجيكم وتحمر وميروح الهاش هذا كله انتحا يعني ما يقطروش كه هذو كليزي بيستا وحا وهذه هي الجاجة تاعنا البنات وجدات جبدناها خليتها بردت شوية باش نحيت لها هذيك الحديثة باش ما تحرقنيش وجيني سهلة باش نقطحها الجاجة تاعنا كي نقطعوها دائما نسبقوا البنات من الجناح تينتا وحا نقطعوهم هم اللولين من بعد نزيدوا الافخاذ من بعد نجوزوا نسيباري واضهر على الصدر ونقطعو كما تشوفوا كما درت انا تقدرو تحطوها كاملة فوق الطابلة من بعد كل واحد ياخذ طريف شوفوا الجاجة تاعنا كفه جات جات من الداخل خدش عمرناها بتشرميلة اللي خدمناها عمرناها ما بين الجلد واللحم الجاجة تاعنا تقعد كما فنقولوا مويست وما تنشفش وتجيب بنينة لبنات بنينة متمنى تجربوها وتعجبكم شاركوها معي في انستغرام ديالي اللي هو سومية السويت ولا البنات اللي معي في القروب ديال فيسبوك مجمع المرأة مع السوسوات شاركوا معي الوصفات كتجربوها متمنى يعجبوكم وصفاتي شجعوني لبنات باش نعطيكم وصفات اكتر سهلا مهلا هذه هي الفرنسب التعي في الحياة جدنا انا انا